الله بسهول الله عشان يروح يتكلم مع السواء الثاني هو مدلوقته ورس جرار هو الجرار برضو مازال واخد سرعة وواخد عزم عشان كده فيه دخنة طالعة زي ما انتو شايفين الدخنة دليل على عزم والسرعة اللي واخده ومجرار وبيحاول يطلع من الحشرة اللي وقا فيها ومازال السواءين الاثنين لسه ورس بلسا بيتكلموا أو بيتخانوا ما نعرفش وورده في الدخان الاثنين هي دليل على عزم وصرعة لوقته متجرار كده الجرار بتلاية حركة بعد ما عرف يفلب منه من حشرجة البرار اخر واخد الطريق الى راحية المحطة كده السواء اللي هنا والناس هتبديد تخب بالها وتطلع تجري وراء البربان ده الفيديو طيب ده الفيديو وهذه القطرين اللي تسبب فيهم واحد في اللي حصل النهاردة الصبح كلمتين ما فيش غيرهم الإهمال والمسئولية في حد مهمل ما بيتحملش المسئولية كان سبب أن فيه عشرين واحد وثلاثة توفوا راحوا وثلاثة واربعين واحد تصابوا لازم يتحاسب بكل تأكيد يعني طيالي لما حد بينزل يسيب عربيته في الشارع حتى بتشيل المفتاح ما بتسيبش العربية دايرة لما بتسيب المتسكلة أو المكانة بتاعتك على جنب ما بتسيبهاش دايرة فما بالك بقطر في كبري الليمون أو في محطة مصر انت سيبت القطر داير العاكس سيبته موجود مكانه ونزلت تتخانئ وكأنك مش مسئول عن أرواح انت مش تايق القطر دا لوحدك في ناس موجودة في المحطة بسبب إهمالك والتقاعص عن الإحساس بالمسئولية انت مش محوال جي قطر قاعد يعني بينك وبين نفسك في ناس راحت بسبب حضرتك وان انت نزلت تتخانئ وبتيقلي في مسئوليين تقدر تتكلم معاهم لو حصل المشكلة ما بينك وما بين زميلك لكن إهمالك وهروبك بعد كده من مكان الحادث ومحاولة هروبك لكن السلطات والشرطة قدرت تجيبك أهملت فراح عشرين واحد وثلاثة واربعين مصاب موجودين في المستشفى اتخرج منهم ناس وليس ثلاثة موجودة في المستشفى النهاردة كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأثناء تفقد موقع الحادث قالوا انه يجب تحديد المتسبب في هذا الحادث علشان نقدر نحسبه ونحسبه بشدة اشتركوا في القناة